في يوم من الأيام أمر ملك أحد وزرائه بتربية عشرة كلاب وحشية في سرداب القصر الملكي وكان هدفه من ذلك هو إلقاء أي وزير يخطئ لهذه الكلاب فتنهشه حتى الموت ويكون هذا عقابه حتى يخاف الوزراء ويعملون على طاعته ويضمن ولاءهم دائما وفي أحد الأيام اعترض الوزير المقرب من الملك على كلام الملك في أحد الأمور الخاصة بالمملكة فغضب الملك وناسي قرب هذا الوزير منه وأمر بإلقاء هذا الوزير للكلاب المتوحشة لم يصدق الوزير قرار الملك وفي دهشة وخوف قال له لقد خدمتك يا مولاي أكثر من عشر سنوات وكنت دائما الولاء والطاعة والإخلاص لك فكيف تفعل بي هذا الآن لمجرد رأي قلته ألم تجد في ذاكرتك معروفا قدمته إليك لتكافئني عليه وتعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من أزدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه رق قلب الملك لكلام الوزير خاصة أن هذا الكلام حقيقي تماما ولكن خوفا على هيبته لم يرجع عن قراره فطلب منه الوزير أن يمهله مدة عشرة أيام قبل تنفيذ هذا الحكم فاستجاب الملك لكلام الوزير انطلق الوزير إلى حارس الكلاب المتوحشة وعرض عليه أن يخدم هذه الكلاب مكانه ويرعاها لمدة عشرة أيام فقط فتعجب الحارس من طلب الوزير المقرب من الملك ولديه عمل مرموق ولكنه في النهاية ترك له عمله حتى يستريح ويأخذ إجازة طويلة بدأ الوزير يعتني بالكلاب ويطعمها ويوفر لها جميع سبل الراحة وبعد مرور الأيام العشرة جاء الحارس وأمر الملك بتنفيذ حكمه على الوزير بإلقائه للكلاب وأخذ الملك وحاشيته ينتظرون انقضاض الكلاب الجائعة على الوزير ولكن كانت المفاجأة لقد جاءت الكلاب تحتضن الوزير وتنبح تحت قدميه دون أن يجرأ أحدها على أن يؤذيه فأمر الملك بإخراج الوزير وعندما وقف أمامه سأله ماذا فعلت لهذه الكلاب؟ قال له الوزير يا سيد الملك لقد خدمت هذه الكلاب لمدة عشرة أيام فقط فلم تنسى الكلاب معروفي وأنا خدمتك أكثر من عشر سنوات فنسيت كل هذا في لحظة واحدة ولم تتذكر لي معروفا واحدة ومحوت الماضي الجميل بيننا وكان عليك أن تتحلى بالعفو فكما قال الله تعالى في كتابه الكريم فمن عفى وأصلح فأجره على الله وقوله أيضا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فالذي يعفو يكافأ بعفو الله عنه شعر الملك بالخجل الشديد من نفسه وأمر بالعفو عن الوزير وتسريح الكلاب وإخراجها من سرداب القصر وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فتاة غير مسلمة من دولة أوروبية سافرت إلى بلد من بلاد المسلمين مع والدها الذي دعاه أحد أصدقائه لمشاهدة بلاده وأثناء تجولها بين الأماكن سمعت في أحد المحلات القرآن الكريم بصوت الشيخ عبد الباصد فوقفت في ذهول من روعة الصوت وسألت صديق والدها عن اسم المطرب صاحب الصوت والأداء الرائعين فأخبرها أن ما سمعته هو تلاوة للقرآن الكريم الذي أنزل من عند الله على الرسول صلى الله عليه وسلم نبي المسلمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وفي هذه اللحظة ودون مقدمات تعلق قلب الفتاة بالقرآن دون أن تفهم معناه وأحبت أن تعرف كل شيء عنه وعن من أنزل عليه وعن الإسلام وماذا يقول عن الله وطلبت من والدها أن يمد الرحلة لأنها لن تعود إلا بعد أن تحقق أمنيتها فابتسم صديق والدها فرحا ووعدها بإمدادها بكل المعلومات عن الإسلام والقرآن ومنزل القرآن ورسول الإسلام وخلال ثلاثة أشهر عرفت الفتاة الكثير من صديق والدها ومن أبنائه الشباب فأعلنت إسلامها وأصبح اسمها فاطمة لقد أسلمت وهي مقتنعة تماما بقرارها خاصة بعدما عرفت كيف يصف هذا الدين الله عز وجل بصفات لم تعرفها من أي دين آخر فهو أحد ليس له والد ولا ولد وليس كمثله شيء فرد متفرد بالعبودية ومنزه عن النقائص صمد يحتاج كل الخلق إليه ولا يحتاج لأحد لقد أحبت الله حبا لا وصف له وبحبه أحبت كل ما يقربها إلى الله لذلك تزوجت ابن صديق والدها الشاب التقي الملتزم وكان عونا لها في رحلتها لتعلم اللغة العربية والإلمام بكل ما يدور بخاطرها عن الإسلام لم تكتفي فاطمة بذلك بل تعرفت على داعية إسلامية كانت تسألها وتحاورها عن كل شيء تجهله خاصة بعدما أجادت اللغة العربية وحفظت أجزاء كثيرة من القرآن وفي أثناء رحلتها أنجبت فاطمة طفلين قامت بتحفيظهما القرآن من صغرهما وتعليمهما العبادات والأخلاق الكريمة حتى اقتربا من سن الشباب وفي أحد الأيام وأثناء جلوس زوجها معها وجدها تفكر وتبتسم وأخبرته أنها تفكر في قوله تعالى ليس كمثله شيء فسألها وهو يبتسم هل تعلمين ما هو أعظم نعيم في الجنة؟ فقالت الأنهار قال لا قالت الأشجار قال لا وبعد أن ذكرت أشياء كثيرة قال لها أعظم نعيم في الجنة أننا سنرى الله فدهشت الزوجة ولم تصدق ثم اتصرت بصديقتها الداعية التي أكدت لها صدق كلام الزوج وقرأت عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إذا دخل أهل الجنة يقول تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخن الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى ثم أضافت من عظم أمر الله ووقره في الدنيا وصدق في محبته له عز وجل فإن الله تعالى يمتعه في الدنيا بأن يحوطه ويرعاه في حياته بالرحمة والبركة ويوم القيامة والحر شديد يكون في ظل عرشه فيمتعه بجواره في الجنة والتلذذ برؤيته بكت الزوجة بكاء شديدا وكلما حاول الزوج تهديئتها تقول له لا أحد يعلم مدى عشقي لله إنني أعمل كل ما يرضيه حبا فيه وكم أنا سعيدة الآن برؤيتي له في الجنة لقد أصبح شوقي وتلهفي لهذا اليوم أعظم من شوقي لأي شيء في الدنيا مهما عظم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم شاب صالح تعود على طاعة الله تزوج من فتاة لا تقل عنه إيمانا وعاش معا في سعادة بالغة ورغم مرور عام دون أن تحمل الزوجة إلا أن الزوجين لم يشغلهما هذا الأمر لإيمانهما بقضاء الله وقدره وأن لكل شيء موعدة سيأتي عندما يأذن الله ولكن والدة الزوج لم تقبل هذا الأمر حيث أن هذا الشاب هو الفتى الوحيد لها وله أختين الأولى تصغره بعامين وقد تزوجت منذ أشهر قليلة والثانية في الجامعة لذلك كانت تحلم بأبنائه حتى قبل زواجه وقد أخذت تسأل ابنها عن سبب تأخر الحمل فكان يرد عليها بابتسامة قائلة خيرا إن شاء الله وكان يخفي هذه الأمور عن زوجته حتى لا تشعر بالنقصان حيث كانت نعمة زوجة الوافية والمخلصة لمنزلها وزوجها وذات يوم ذهبت الأم إلى منزل الزوجة وطلبت منها أن تذهب إلى الطبيب لتطمئن على حالتها وتعرف سبب تأخر الإنجاب وشعرت الزوجة بالخجل والحزن عندما علمت أن حماتها قد حجزت لها موعدا لدى الطبيب بعد ساعات فتمالكت أعصابها ولم تظهر شيئا لحماتها وذهبت معها وكانت صدمة الأم عندما أخبرها الطبيب أن الزوجة من الممكن أن تنجب وناكن بعد علاج بينما لم تحزن الزوجة وقالت الحمد لله قدر الله وما شاء فعل تقبل الزوج الخبر بالرضى بقضاء الله ووقف بجانب زوجته يشعرها بمدى حبه وتقديره لها بينما بدأت أمه تعامل زوجته بشكل سيء والزوجة تتحملها وكأنها والدتها وترد لها السيئة بالحسنة فاقترب الإبن من أمه وأفهمها أن عدم الإنجاب ربما كان ابتلاء من الله ليعلم إن كنا سنصبر أم لا وذكرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ولكن الأم لم تقتنع بل طلبت منه أن يتزوج من فتاة أخرى فأخبرها عن مدى حبه لزوجته ورضاه بقضاء الله فخاصمت الأم الزوجين وعاشت عاما ترفض اللقاء بهما على الرغم من كثرة محاولتهما وبعد عامين فوجئت الأم بابنتها المتزوجة تأتي إليها باكية وتخبرها أن زوجها قام بتطليقها بعدما علم أنها لا تنجب ولامت الإبنة أمها لأنها من أجبرتها على هذا الزوج لثرائه فأدركت الأم أن الله عاقبها لأنها ظلمت ابنها وزوجته كثيرا فأسرعت إليهما تطلب منهما العفو فاكتشفت أن زوجة ابنها حامل فتغيرت الأم تماما واقتربت من ربها تصلي وتدعو الله كثيرا وبعد عام واحد استجاب الله لدعائها وجاء شقيقان من أقاربهما لخطبة ابنتيها ففرحت كثيرا وسجدت لله شكرا وزادت سعادتها كلما كانت تداعب حفيدها الصغير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما